مدبولي يتابع موقف تشغيل شبكتين نقل وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة تواصل الورش التحضرية تمهيدا لانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابع غدا بشرم الشيخ وانطلاق فعاليات التدريب المصري الصعودي المشترك تابوك خمسة الثلاثة مساء بالقاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركة العاصمة الإدارية وشركات الكهرباء المتخصصة في هذا المجال وخلال اجتماع نعقده لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتين نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة لفت مدبولي لأنه في ظل الانتقال التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية سيتم الاعتماد على شركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة وتشغيل المرافق بصفة عامة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 يشهد زيادة حجم الانفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال اجتماعاً لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة أوضح مدبولي أن مشروع الموازنة يتضمن بنوداً لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الذي يعد من أطخم المشروعات التنموية سهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتواصل في شرم الشيخ فعاليات الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم الذي ينطلق غدا وفي هذا السياق عقدت إدارة المنتدى ورشة عمل حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقاعة البحر الأحمر وتم خلال الفعاليات عرض فيديو يوضح جهود مبادرة حياة كريمة في مختلف المجالات التنموية كما قدمت نائبة رئيس مجلس أمناء حياة كريمة عهود وافي شرحا وافيا عن تفاصيل المبادرة الرئاسية منذ بدايتها كفكرة من شباب البرنامج الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة وتبني القيادة السياسية للمشروع وصولا إلى إنجازات المشروع على أرض الواقع داعية مختلفة دول العالم إلى التعرف على حياة كريمة عن قرب والاسترشاد بها كتجربة رائدة في المبادرات التنموية لبناء الإنسان نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل حول تنامي الدور العالمي لشركات النشئة وريادة الأعمال وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات البرزة ورواد الأعمال الشباب من دول مختلفة منها مصر والولايات المتحدة وألمانيا والصين ولبنان والهند وبدأت الورشة بالتعرف على الحضور ومدى اهتمامهم بمجال ريادة الأعمال كما طرح الحضور عدد من الأسئلة التفاعلية عن مفهوم الشركات النشئة من منظور الشباب وما يميزها عن الشركات التقليدية الأخرى والترويج لمفهوم ريادة الأعمال واعتمادها في الفترة الحالية بالجزء النقلي أو التقني والتكنولوجيا لزيادة الاستثمار كما نقشت الورشة قضية تأثير جائحة كورونا على العمل وبخاصة في مجال ريادة الأعمال أكد متخصصون بمجال العمل التكنولوجي أهمية استخدام التكنولوجيا لتقوية البنية التحتية حيث يؤدي ضعف البنية التحتية لمشكلات مركبة منها ارتفاع التكلفة بعض المواد الحيوية وهو ما يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء والسكن وتضاء الفرص استثمار القطاع الخاص جاء ذلك خلال ورشة عمل تحضرية لمنتدى شباب العالم تحت عنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة قبيل الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخة المقارر غدا ونقشت الورشة عدة موضوعات حول استغلال وسائل التكنولوجيا المختلفة بمجالات الحياة اليومية لمواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كورونا بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال العمل التكنولوجي ورواد المجال على المستويين العلمي والعملية وللمزيد من المتابع المشاهدين ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسين تحية لك أستاذ أحمد بداية كيف تبعت الإجراءات التحضيرية والورش الخاصة بمنتدى شباب العالم في نسختها الرابعة أستاذ أحمد عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب تسمعني أهلا بحضرتك كنت أسألك عن متابعتك للإجراءات والورش التحضيرية قبيل انطلاق منتدى شباب العالم غدا في نسختها الرابعة نحن في تنصيقية شباب الأحزاب والسياسين كنا بنحضر الأسبوعين اللي خاتوا على اساس أننا لما جاءت المنتدى أطلق الورش متأتي من المبارح والنهاردة نكون عندنا توصيات نتدي إحنا كنوال عن التنصيقية محتاجين أن التوصيات دي في ملف مهم زي ملف رياض الأعمال والملفات الأخرى للتسع ورش الأخرى التوصيات دي أهمها أن احنا خمعنا من مختلف دول العالم الممثلين عنهم أفكارهم في ملف رياض الأعمال والمجاحات اللي حقققوها كمان في ظل ظروف الكورونا وكمان عندنا نماذج مشرفة في ملف رياض الأعمال ذكروا مبارح التجربة على مدار السنوات اللي فاتوا نجحوا إزاي وإدروا يفتحوا شروع أخرى حتى جائحة الكورونا منجودة وإزاي قدروا يتغلبوا عليها نعم احنا كان أهم شيء بالنسبة لنا عشان الشباب كمان اللي بتسمعنا هي أكتر حاجة مشكلة بتواجههم سواء في عايز بتاع شركته وهو في الجامعة أو بعد التخرج عشان تقدر تدخله داخل شهري ثابت كان في بعض المعوقات بقدر يتعرض لها فإحنا حاولنا في ورشة العمل إحنا قدر نطع بتوصيات بالنسبة للمجلس النواب الشيوخ لتعديل التشفيعات الخاصة بفكرة الشركات النشأة وكمان طالبنا بإنشاء صندوق استثماري يكون تحت مظلة الحكومة المطرية عشان نقدر ندعم برضو الشركات النشأة يعني الجهود التنسيقية والتوصيات التي تم رفعها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيتم طرحها في المنتدى ده بالفعل حصل إمبارح إحنا قبل المنتدى ومنتدى اليوم الأول للجنتات إن شاء الله تبدأ من بكرة بس النهاردة وإمبارح كانت فيه على مدار اليومين دول كانت فيه ورش مختلفة هي عشر ورش العشر ورش إيه اللي بيعود على المنتدى ككل من الورش دي فكرة التوصيات إن إحنا كشباب من مختلف دول العالم بنيجي نتكلم كل واحد بفكره بالنجاحات اللي وصلوا ليها وإزاي نقدر نتعلم مع بعض ونتبادل الخبرات المخترمة حتى نقدر نطلع بالتوصيات وقدر تفيد الناس وبرضو غير رياسة الأعمال كان فيه حاجة زي ما حضرتكم وذكرتوها في الأخبار مشروع حياة كريمة ده اللي ما عايز أسألك عليه يا سيد أحمد يعني مشروع حياة كريمة وهو طبعا المشروع فيه أساسي يتوازى وتماشى مع الأهداف الخاصة بالأمم المتحدة للتنمية المستدامة السؤال هنا دور تنسيقية شباب الأحزاب وأنا يعني تنسيقية شباب الأحزاب طبعا جهة أو كيان نشط في هذا الأمر السؤال هنا كيف يتم الترويج لهذه المبادرة مبادرة حياة كريمة في منتدى شباب العالم للعالم كله احنا كان أهم حاجة قبل المنتدى بفترة كبيرة احنا بدنا ننزل مع الوزارات المعنية بمشروع حياة كريمة ومنها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها وزارة الهجرة ولما بدنا نشوف مع وزارة الهجرة إزاي الدارسين في الخارج وكمان مش الشباب المصيرين دارسين في الخارج ده كمان الوافدين اللي بيدرسوا هنا ده مشروع قومي محترم فتمت الدعوة لأكتر من شاب يقدر ينزل من مختلف المحافظات اللي تمت فيها مشروع حياة كريمة ومنها أصدقائنا الممثلين عن التنصفية كسفة نواب محافظين ابتدوا كمان في المحافظات المختلفة يستضيفوا الشباب عشان يقدر يوضحوا إن ده مشروع محترم ومشروع قومي سيدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيفي أطلقه واللي أكتر من ده كمان شباب من دول العالم مصد أحمد ده الفهم صح؟ بالضبط تمام بيشرفونا إحنا الأول التدين بالشباب المصريين اللي دارسين في الخارج حالياً دلوقتي إحنا بنهتم إن قديد طلع التوصية اللي دارع في ورشة العمل إن الشباب الوافد اللي بيجي يدرس هنا في مصر لازم يبقى عارف مشروع حياة كريمة بيقدم إيه واللي أكتر من ده الأفلام التسجيلية إن إحنا تقلص نسيقية هننتعاون فيها ومشتغل فيها إن إحنا نصور قبل الكارية بيحصل فيها إيه وينصور بعد الكارية اللي بيحصل فيها وهنترجمهم كل لغات العالم عشان الناس بتيجي تخش على مواقع التواصل الاجتماعي للصفحات التنسيقية وصفحات الوزراء ويشوفوا قدقية دولة مصرية مهتمية بحياة المواطن وكمان لازم نعمل إعداد لبرنامج تعريفي دايما كنت بغضع لحضرتك للشباب الوافتين بالخارج عشان الموضوع ده إن فيه دول في أفريقيا برضو لازم يتعلموا من الخبرات المحترمة لدول تانية كثير عزيم جدا عشان يقول لحضرتك عشان الناس ما تحسش عشان دايما بيسألوا إنتوا شايفين الحياة وردي وشايفين إن كل حاجة كويسة طب ما لسه مازال إن فيه بعض المشاكل إحنا كنواب أو كعضاف التنسيقية إحنا مننكرش إن فيه مشاكل وإحنا لسه مازالين إن بنشتغل على المشاكل دي لسه حقيقة عشان نقول للمواطن إن الدنيا بتتغير هي فعلا إن الدنيا بتتغير وفعلا حصل تصوير محترم جدا جدا في ملفات كتيرة منها الملف المهم اللي بيعمس لكل مواطن مصري هو مصروح حياة كريمة وهو أكبر مشروع يعني بيتم تنفيذه حاليا على الأراضي المصرية وبيستفاد منه أكثر من نصف المصريين بطبع ودور التنسيقية ودور الشباب ومجلس النواب كيف يتم التسويق لهذا المشروع حضرتك تحدثت يا سيد أحمد عن التسويق لهذا المشروع للشباب الأجانب المنجودين على الأراضي المصرية هل هناك أي خطة لاستغلال هذا الحدث لتسويق مشروع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة للمؤثرين في دول العالم وطبعا حضرتك عارف إن المؤثرين لهم جمهورهم ومتابعيهم في كل دولة من دول العالم دا حقيقي بس عايي لقول لحضرتك إحنا الخطوات اللي احنا ماشيين بيا في التنسيقية عملنا بأكثر من فروتوكول تعاون مع وزارات مثل مدارة التضامن ومدارة الشباب ووزارات مختلفة كان هدف التعاون ده إن إحنا قبل ما كمان نخاطب دول العالم إيه اللي بيحصل في مصر إحنا لازم نخاطب شبابنا داخل الجماعات وداخل المدارس عشان نقول لهم برضو اللي بيحصل في مصر حقيقي وبدل ما ييجي برضو يعني للأسف دول مش بتحب التطوير اللي بيحصل في مصر فتبتدي تستكتب الشباب وتقول لهم إيه ده إيه لازمة حياة كريمة أو إيه لازمة الكبال اللي بتتعمل أو إيه لازمة العاصمة الإدارية الجديدة إحنا شباب ربنا أكرمنا بمجهودنا إذن ما حصل تنسيق حقيقي لنا كنواب عن التنسيقية في مجلس النواب وشيوخ وكمان نواب محفظين وكمان ممثلين في هيئات مختلفة في الدولة اللي بيحصل ده إنه لازم ننقل الخبرات اللي احنا بتسمناها للشباب داخل الجامعات والشباب كمان داخل المدارب وده الخطة اللي وضعها التنسيقية في ملف التدريب والتمكين اللي التنسيقية بتقدمه خلال اشتغلنا عليه الفترة الفاتت وعن اشتغل عليه أكتر وقت للفترة الجاية عشان لما الناس يحس إنه فعلاً فيه تطوير حقيقي ما يبقاش كلام لا بيبقى فعلاً فيه فعل على أرض الواقع وده اللي بيحصل بمعنى كلمة عظيم جداً كمان اشتغلنا عليه زي ما كنت حايل بتوضح الناس المؤثرة العلى مواقع التواصل الاجتماعي هم جوم شرفونا في التنسيقية وجوم شرفونا مع وزارة الهجرة وابتدينا نحكي له ازاي فعلاً الكلام ده ما كدش موجود بالأول طب انتوا فعلاً هكتحقوا توفروا أربعة كرام في خمسوني القرية طب الاتثمار ده يوجد بيجي منين فكل الأسئلة دي تبين نرد عليها واللي ده خدناها بعديها إنهم ينزلوا معانا في المحافظات اللي تم التطوير الحقيقي في المحافظات المختلفة وهم يرصدوا بنفسهم مدى ما تم إنجازه على أرض الواقع وحصل قبل عمل ازاي الشكل وبعد الحمد لله إن تحت المسمح يا كريمة إن ربنا يكرم أكتر وكتر لمؤسس الدولة وكمان مؤسسات المجتمع المدني إن ده عام عام مهم جداً إن هو سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقه وهو عام 2022 هو عام مؤسسة المجتمع المدني وإن أنا متشرف إن أنا وكيناً عن التضامن فمشوف دور داخل مجلس النواية فمشوف دور مؤسسات المجتمع المدني اللي يجد تخعيله أكتر وكتر ومؤسسات المحترمة اللي بتشتغل في مشروع حياة كريمة وفي المشروعات المختلفة لازم نقول لهم شكراً على المجهود المحترمة اللي بتعملوه والمؤسسات اللي احنا برائب عليها ومش شغالة بالشكل الكامل أو مش شغالة خالص بيتم اتخاذ إجراءات مع وزارة التضامن الابتماعي بغلق المؤسسات اللي مالاش تأثير في المجتمع المطري فده كله هيبان في عام 2022 من المؤسسات المحترمة اللي لهم شكراً ومن المؤسسات اللي لها يا إما تشتغليه صح يا إما يعني يتم الغلق طبعاً فكرة المتابعة والتدقيق على المؤسسات دي حاجة مهمة جداً وهي عايز أقول لحد ديك حاجة كمان أستاذ أحمد قبل ما نختم يعني أن مهمة جداً موضوع التسويق وموضوع تسويق ليه الحدث بيكون على قدر أهمية يعني مهم على قدر أهمية الحدث السؤال أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسيسين شكراً جزيلاً انطلقت ورش العمل الخاصة بمختبرات منتدى شباب العالم WIF Labs والتي تستهدف تطوير بيئة تدعم العقلية الريادية وربط الشباب بالتمكين وفرص التواصل وتقديم المساعدة الفنية اللازمة للشركات النشئة يأتي ذلك في إطار صعب منتدى شباب العالم إلى تحقيق ودمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وركزت ورشوء العمل على تعزيز دور الشركات النشئة في تأهيل وتطوير الأفكار وتبادل المعلومات حول ريادة الأعمال وزيادة الابتكار والتنمية كما سادفت وضع أجندة تخدم مجال ريادة الأعمال وجذب الشركات النشئة من جميع أنحاء العالم ذلك لخدمة موضوعات ذات اهتمام عالمي كذا إعادت النظر إلى دور الشركات النشئة أثناء أزمة كورونا فتحت صحة الابتكار والإبداع عبابها أمام المشاركين بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تحت شعار العودة معا وتستمر الفاعلية على مدار أيام نقاض المنتدى حيث يكتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن فضلا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة وتهتم منطقة الابتكار والإبداع بالأنشطة التفاعلية التي تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بالتقنيات تكنولوجية مختلفة وزيارة المتحف التفاعلي الذي يضم عددا من الشخصيات التاريخية التي يدور بينها حوار خيالي مثل كوكب الشرق أم كلثوم والملاكم العالمي محمد عليكلي وعالم الفيزياء نيوتن والملكة المصرية نيفرتاري ورائد الفضاء نيل أرمسترونج كما يستخدم المشاركون من خلال ساحة الابتكار والإبداع تكنولوجيا الواقع الافتراضي لزيارة واكتشاف عدد من المدن المصرية أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد يحي أن التنسيقية حريصة على المشاركة في الورش التحضرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة أشهد ذا يحيى عليعة أن المنتدى يتمتع بثقل دولي ويحظى باحتراف الأمم المتحدة مما أعطى لتوصياته ثقلا دولية المنتدى استنادي مختلف لأنه هو جه بعد فترة من الانقطاع عشان جائحة كورونا فالمنتدى استنادي بيبقى فرصة كويسة لنا مشاركين فيه كتنسيقية شباب حزاب والسياسيين التنسيقية استنادي مشاركة في كذا ورشة كمتحدثين وكمشاركين احنا أنا النهاردة ومبارح كنت في ورشة بتتكلم عن تأثير جائحة كورونا على أهداف تنمية المستدامة السبعتاشر حيث زي ما أنت عارف أن جائحة كورونا أثرت على بقى كل الأهداف يمكن المتعلقة بتنمية المستدامة الفقر والجوع والتعليم والصحة قطاع الصحة تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا التعليم تأثر في ناس فقدت وظائفها فده أثر عليهم بالسلب فده كان إنبارح النهاردة وإحنا كمتحدثين مشاركين في كل الورش وصلت فرقة نودولوفو الأفريقية الشهيرة من جنوب أفريقيا إلى مطار مشارم الشيخ للمشاركة في عروض مسرح شباب العالم وتضم الفرقة مجموعة من المواهب الشابة التي تجمع بين الرقص والغناء في إطار استعراضية كما تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغاني المشهورة عالميا وكعادة مسرح شباب العالم يجتمع أصحاب المواهب الفنية الشابة من مختلف الجنسيات تحت شعار الفنون لإحياء الإنسانية وينطلق المسرح مجددا بعد الظروف العصيبة التي مر بها العالم بعد جائحة كورونا ليقدم العديد من العروض الفنية المتنوعة أعلنت وزارة الطيران المدني تكثيف الجهود والاستعدادات وتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الديوف النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وتم رفع درجات الاستعداد القصوى بمطار القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق لتقديم كافة التيسيرات الوفود منتدى شباب العالم لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة والقادمة من مختلف دول العالم إلى مطار القاهرة تم إنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ وحدث ميناء القاهرة الجوي مسارات خاصة داخل صلاة المطار الوفود المشاركة أعرب عدد من المشاركين بالنسخة الرابعة من منتدى الشباب العالم عن صعادتهم بالمشاركة بالمنتدى وتقديرهم لأهمية القضايا التي سيناقشها المنتدى كذلك أكد المشاركون أن المنتدى فرصة للتعاون وتبادل الثقافات بين الشباب من دول العالم كان عندي رغبة شديدة لحضور المنتدى ومهتمة جدا بمواضيع مختلفة وبالنسبة لي فالهدف من هذا المنتدى هو أن يجمع الشباب ليتحدثوا عن المستقبل والمستقبل ملك لنا بالفعل وملك للجميع بالطبع لكن نحن لدينا الكثير لنقدمه التنمية المستدامة من الورش الهمة جدا بالنسبة لي بالإضافة إلى التغير المناخي لأنه مهم جدا للجميع لذلك أنا متحمسة وسعيدة لوجودي هنا وبالمناسبة هذه هي ثاني زيارة لي لمصر الأولى كانت تأمون ذو ست سنوات وهذه المرة أفضل بكثير أنا سعيدة جدا بوجودي هنا لحضور المنتدى أولا لأنه فرصة كبيرة للتعاون وتبادل الثقافات مع الشباب من مختلف دول العالم لم أحضر أي من هذه المنتديات من قبل وأعبر عن إعجابي به لأنه يجمع موضوعات وأفكار متنوعة تمس حياتنا بشكل عام وخصوصا موضوعات مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة وأهدفها التي من الواجب تطبيقها في حياتنا قبل 2030 وأنا هنا من أجل موضوعات الرقمنا والتحول الرقمي لأننا يجب أن نتعلم أن نستفيد من هذه الفرص سواء كانت متصلة بالإنترنت أم لا وأتمنى أن تكون الأيام القادمة سعيدة وأشكركم على استضافتي وأعطاء الفرصة للحديث لطالما تمنيت حضور المؤتمرات الدولية ولكن لم تتحلي الفرصة لذلك من قبل وبمجرد سماعي عن منتدى شباب العالم تقدمت إليه على الفور وبمجرد قبولي شعرت بسعادة غامرة وهذه المرة الأولى لي خارج بلادي وسعيدة بوجودي في شرم الشيخ والتي تركت عندي انطباعا جيدا إنها المرة الأولى لي لحضور المنتدى وأعتقد أن وجودي هنا سيفتح أفاقا جديدة للتفكير وسأتعلم أشياء جديدة مثل التكنولوجيا والتنمية وحقوق الإنسان وشاركت في ورشتي حياة كريمة ومن وجهة نظري هي مفيدة لمصر وستساعد على تطويرها وتطوير كل المستفدين منها أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم أكدت أن عودة منتدى شباب العالم للانعقاد بعد توقفه بسبب جائحة كورونا تؤكد جهزية الدولة لتنظيم فعاليات عالمية على أعلى مستوى جاء ذلك خلال اللقاء وزيرة الهجرة مجموعة من شباب مصر بالخارج على هامش مشاركتهم بفعليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وأكد الشباب خلال اللقاء ساعدتهم بعودة المنتدى والمشاركة به لمناقشة الأفكار المهمة وبعث رسائل سلام وأمان من قلب مصر إلى العالم أجمع إلى ذلك تعقد منتدى شباب العالم مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبية تشتمل خطة التأمين الطبيع على تعقيم وتطهير جميع أماكن فعاليات المنتدى فضلا على المطارات والفنادق باستخدام مجموعة متنوعة من الروبوتات التي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك خمسة الذي تنفزه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية ويستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية ويعد التدريب المشترك تابوك خمسة واحدا من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية ويأتي تأكيدا على عمق علاقات التعاون العسكري وتنامي الشراكة المثمرة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة وأكد قائد القوى المصرية المشاركة في تدريب على أهمية التدريب في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع معدلات الأداء القطالية مؤكدا على ثقته في جهازية العناصر المشاركة بالتدريب على تخطيط وإدارة مهام مشتركة باحترافية وكفاءة عالية نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا بين الطاق الاصطول الجنوبي بالبحر الأحمر ذلك باشتراك الفرقاطة المصرية الأسكندرية والمدمرتين الأمريكيتين نيو اس اس جانسون دانهام يتي هذا في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة حيث تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة منها التدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية إلى جانب تمرين حماية سفينة تحميل شحنات هامة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر تأتي تلك التدريبات تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة ما بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية قامت القوة المسلحة بافتتاح فندق جويل للقوات المسلحة بشرم الشيخ بعد انتهاء أعمال تطوير الشامل من خلال اتباع معايير الجودة العالمية في مجال الفندقة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواصلة منظومة تطوير والتحديث لمختلف المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم خدمة متميزة للضباط وأسرهم وكذلك للزائرين المدنيين فضلا عن توفير خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية متميزة بتلك المنشآت وشهدت عملية تطوير مراعاة استخدام أحدث تصميمات الهندسية العالمية وتجهيز الفندق بكافة الخدمات المتطورة ومراعاة كافة مظاهر التناسق الجمالي والإبداعية بما يلقي إعجاب كافة المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء عراقيا قال رئيس مجلس الوزراء العراقي إن المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء وفي مقدمتهم ألمانيا جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت حيث أشر الكاظمي إلى الدور الكبير الذي تؤديه ألمانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية وإلى أهمية تطويره مع استمرار تواجد جيوب إرهابية على الأراضي العراقية أيضا تعزيز النجاحات التي تحققها القوات العراقية بدأت مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي الجديد وكانت الأمنة العامة لمجلس النواب العراقي قد أعلنت عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد أولى جلسات البرلمان وتتضمن أعمال الجلسة تأدية السلام الجمهورية وبعد ذلك سيلقي الأمين العام لمجلس النواب كلمة ترحبية بأعضاء المجلس ويتولى قراءة أسماء الحضور ثم يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا وهو محمود المشهداني بعدها يدعو النواب لأداء اليمين الدستورية ثم يقوم بإلقاء كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة ميدانيا أن أعلنت السلطات الأمنية العراقية إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بأربع عبوات ناسفة في ثلاث محافظات وهي بغداد والمثنة والديوانية في بين لها ذكرت خلية الإعلام الأمنية أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي وأرواح المواطنين بأربع عبوات ناسفة معدل التفجير ذلك على طريق الدولية السريع الرابط بين بغداد والبصرة أعلن التحالف العربي باليمن تنفيذ تسع وثلاثين عملية استهداف ضد قوات الحوثي في شبوة خلال أربع وعشرين ساعة ماضية وأضف التحالف أن العمليات في شبوة أسفرت عن تدمير ثلاثين آلية عسكرية وأسفرت عن مقتل أكثر من مائتين وتسعين عنصر من قوات الحوثي كما أكد التحالف أنه تم استهداف إحدى عشرة آلية عسكرية بمأرب وما وقعت الصلاة وهو ما أسفر عن مقتل خمسة وستين عنصر من قوات الحوثي أكدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتباحث مع روسيا خلال المفاوضات الثنائية المرتقبة في جونيف حول عدم نشر الصواريخ الأمريكية في أوكرينيا والحد من التدريبات العسكرية للبلدين وقال البيت الأبيض في بيان له أن هناك بعض المجالات التي من الممكن أن يتم إحراز تقدم فيها شريطة أن تكون التعهدات متبادلة وأضف البيان أن واشنطن مستعدة لمناقشة إمكانية فرض قيود متبادلة على حجم ونطاق التدريبات العسكرية التي تجريها روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأن الأمر يدور حول القادفات الاستراتيجية قرب حدود كلا طرفين وتدريبات البرية على حد سواء تنطلق اليوم في جينيفا محدثات بين الولايات المتحدة وروسيا حول التوترات المتصاعدة بشأن أوكرينيا وتستمر المناقشات رفيعة المستوى لمدة إسبوع حيث تكتمع روسيا مع النيتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد أسابيع من الشد والجذب بين روسيا والقوى الغربية بشأن أوكرينيا تتجه روسيا والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات والمحادثات في جينيف من أجل اكتياز الأزمة الراهنة روسيا التي نقلت ما يقرب من مائة ألف جندية بالقرب من حدودها مع أوكرينيا تقول إنها لا تستعد لأي هجوم في حين تبدي رغبتها في تراجع الغرب عن دعمه للحكومة الأوكرينية ووقف توسع حل في شمال الأطلسي شرقا واشنطن في المقابل رفضت بالفعل بعض مطالب موسكو باعتبارها غير قابلة للتطبيق مما يجعل التقدم السريع الذي تريده روسيا في الاجتماعات أمرا غير مرجح وكانت الأزمة قد وصلت إلى مستوى التهديدات المتبادلة بين الجانبين حيث هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفرض عقوبات غير مسبوقة إذا اختارت روسيا الهجوم على أوكرانيا في حين رد بوتين بأن العقوبات قد تؤدي إلى انهيار كامل في العلاقات وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قد أعلن في أعقاب اجتماع لحلف شمال الأطلسي أن الحل الدبلوماسي للحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية لا يزال ممكن وما زال هو الخيار المفضل وإلى تطورات الأوضاع في كازاخستان حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقوات حفظ السلام التابعة لها بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحاوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان ذلك في إطار مهمة منظمة معاهدة الأمن الجمعي أقلت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من حفظ السلام الروسية التي وصلت سابقا إلى أراضي كازاخستان بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في البلاد أيضا بالإضافة إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانونية في سياق متصل أعلنت الخطوط الجوية الروسية إيرفلات تعليق رحلتها الجوية إلى كازاخستان مؤقتا إثرى الاحتجاجات المشتعلة هناك قالت إيرفلات في بيان رسمي أنها ألغت رحلات منتظمة من روسيا إلى جميع المدن في كازاخستان حتى العاشر من يناير الجاري بينما سيتم إلغاء الرحلات الجوية من كازاخستان حتى الحادي عشر من يناير الجاري وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألمات كبرى مدن البلاد وفي أسياق تسببت الاضطرابات في كازاخستان الدولة العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط أبك في ارتفاع أسعار نفط عالميا يخشى المستثمرون من احتمال انقطاع الامدادات رغم أن الأحداث حتى الآن لم تؤثر على انتاج البلاد من الخام قلق كبير ينتاب العالم مع تساع نطاق للطرابات في كازاخستان خاصة في قطاع الطاقة حيث يخشى المستثمرون من احتمال انقطاع الامدادات من تلك الدولة الغنية بالنفط وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الخام نحو 5% وتجاوز خام برينت عتبت 83 دولارا للبرميل الواحد مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ ارتفاع الأسعار الذي بدأ مع ظهور المتحاور أوميكرون أواخر نوفمبر الماضي وحتى الآن لم يتأثر الانتاج في كازاخستان وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أسيا الوسطى وتحتل المرتبة الثانية عشر لاحتياطيات الخام المؤكدة عالميا كما أنها ثاني دولة منتجة للنفط بين شركاء أوبيك في إطار تحالف أوبيك بلاس بعد روسيا ووفقا للبنك الدولي فإن الذهب الأسود شكل نحو 21% من إجمالي الناتج الداخلي في كازاخستان وذلك في عام 2020 أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن تعديل تصريحها للاستخدام الطارق للقاح الشركة موديرنا المضاد لفيروس كرونا وذلك من خلال تقليص الفاصل الزمني بين الحصول على جرعات التطعيم الأولية والجرعة المعززة إلى خمسة أشهر عند البلغين بدلا من ستة أشهر الموقع إلى أن هذا التغيير يأتي في الوقت الذي تضرب فيه موجة من حالات الإصابة بالمتغير البلدان في جميع أنحاء العالم إذ تم الإبلاغ عن 87213 حالة في الولايات المتحدة فقط وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية اكتشف علماء في قبرص عضوى بفيروس كرونا تجمع ما بين المتحورين دلتا وأوميكرون وأشارت وزارة الصحة القبرصية إلى أنه لا يزال من السابق لآوانه التنبؤ بما إذا كان دلتا كرونا أشد قوة من دلتا وأوميكرون يبدو أن متولية متحورات فيروس كرونا ستبقى مستمرة إلى حين فالعالم بات على موعد مع نسخة جديدة من الفيروس اكتشفها فريق علماء في قبرص تعد مزيجا من متحوري دلتا وأوميكرون وحسب ما ذكر التقارير العالمية فإن مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزائية بجامعة قبرص أطلق على المتحور الجديد اسم دلتا كرون وهو متحور له أساس جيني مماثل لنسخة دلتا لكنه يتضمن أيضا طفرات عديدة يحتوي عليها متغير أوميكرون وأوضح المختبر أنه تم العثور على ما يسمى بسلالة دلتا كرون في 25 عين مأخوذة في الجزيرة 11 عين منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصاباتهم بأعراض كورونا وأشارت وزارة الصحة القبرصية إلى أنه قد يكون هناك علاقة بين دلتا كرون ودخول المستشفيات لافتة إلى أنه لا يزال من السابق الأوانى التنبؤ بما إذا كان دلتا كرون أشد قوة من دلتا وأوميكرون ويشهد العالم في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات قياسية للإصابات بفيروس كورونا في ظل انتشار سلالة أوميكرون الجديدة التي تم رصدها في جنوب أفريقيا وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات وظهرت بعد فترة هيمنة نسخة دلتا المكتشفة في الهند أوصت مدينة تيناجين في شمال الصين سكنها الذين يصلوا عددهم إلى 14 مليون شخص بالبقاء في منازلهم فيما تجري فحصات كورونا واسعة نطاق عقب تسجيل عدة حالات في المدينة مؤخرة وأعلنت سلطات المدينة عن إصابتين في الأقل بالمتحور أوميكرون بالإضافة إلى 15 إصابة بكورونا في المدارس هذا واضطرت السلطات الصينية أن تتعامل مع تفش أوسع للجائحة في مدينة الشيون في شمال غرب البلاد الأمر الذي يثير تساؤل عن سياسة عدم التسامح المطلق في البلاد والتي تتضمن تدابير حجر صحي صارم واختبارات كورونا جماعية فورية ذلك لوقف تفشي الوباء لازلنا في الصين حيث كانت لجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت عن تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وذكرت اللجنة في بيان أن 92 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وأن معظم الإصابات الجديدة سجلت في إقليمي خنان وشنشي وسجلت الصين أيضا 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهي حالات تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 103 619 إصابة في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4 636 حالة اتفقت اليابان مع الولايات المتحدة على فرض حظر تجول على أفراد الجيش الأمريكي داخل القواعد العسكرية الأمريكية باليابان وذلك بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعة بسلالة أوميكرون وفرضت اليابان حالة شبه الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا بثلاث مقاطعات يقول حكامها أن الإصابات بها ناجمة عن تفشي سلالة أوميكرون في القواعد العسكرية الأمريكية وتسري حالة شبه الطوارئ حتى الـ 31 من يناير مما يسمح لحكومات المقاطعات بتعزيز إجراءتها لمكافحة انتشار الفيروس أظهرت بيانات معحد روبرت كوخ للأمراض المعضية في ألمانيا تسجيل ستة وثلاثين ألف وخمسمائة واثنتين وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في ألمانيا إلى سبعة ملايين وخمسمائة وعشرة ألاف واربعمائة وست وثلاثين إصابة كما أشارت البيانات إلى تسجيل سبع وسبعين وفاة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى مائة وثلاثة عشر ألفا وتسامات وسبع وسبعين حالة دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إنهاء الأعمال العذائية في إثيوبيا فورا والبدء في حوار وطني شامل وأضافت الخارجية الأمريكية أن الغارات المستمرة في إقليم تيجري والتي أسفرت عن ضحايا مدنيين غير مقبولة اتهمت جبهة تحرير تيجري الحكومة الإثيوبية بقتل العشرات من المدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على مخيم للنزحين في شمال البلاد وذكرت وكالة فرانس بيرس نقلا عن مسؤول في المستشفى الرئيسي في ميكيلي عاصمة تيجري أن أحد مستشفيات الإقليم استقبل خمسة وخمسين قتيلا ومائة وستة وعشرين جريحا وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بمقتل الثلاثة أشخاص في غارة جوية على مخيم للجئين في المنطقة أعلنت متحدثة باسم الحكومة النيجيرية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات في ولاية زانفارة بشمال غرب البلاد هذا الأسبوع إلى مائتي قليل قتيل في الأقل وتشهد مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات اشتباكات ما بين رعاة مشية ومزارعين على خلفية السيطرات على أراض أصبحت بعض المجموعات عصابات إجرامية يقوم أفرادها بعمليات قتل ونهب وخطف كانت الحكومة النيجيرية قد أدرجت العصابات على قوائم الإرهاب مما يعني عقوبات أشد في حق المسلحين المدانين والدعمين لهم لقيا سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة في انهيار صخري فوق زورق أسفل أحد الشلالات بجنوب شرق البرازيل أصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام ونقل أحدهم في حالة خطيرة إلى المستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجهة وقال بدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم علاج نحو 23 آخرين من إصابات طفيفة ذكرت السلطات أن ثلاثة أشخاص مزالوا مفقودين بعد أن تم تحديد أماكن آخرين هذا وتشهد المنطقة أمطارا غزيرة منذ نحو إسبوعين وهو ما تسبب وفقا لبعض الخبراء في تفكيك السخور عودة للحدث الأبرز ومتابعة التحضيرات لانطلاق منتدى شباب العالم للمزيد ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم أهلا بك كيف رصدت آخر التحضيرات الخاصة بانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة نعم ما زلنا في متابعة مستمرة للورش التحضيرية المسبقة لهذه الورش الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ربما تحدثنا كثيرا عن المواضيع وعنوين هذه ورش العامة التي سيتم منقشتها في الورش التحضيرية بالطبع كان منها جائحة كورونا والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية هناك العديد والعديد من الورش التي تمت منقشتها اليوم وهو ثاني يوم للورش التحضيرية ولكن نتحدث الآن قليلا عن إحدى الورش الهامة والتي كانت متعلقة بالهجرة الدولية منظمة الهجرة الدولية وأيضا ربطها بالتغيرات المناخية معي الآن ضيفاتي الأستاذة نورة فرج مساعد تنمية مشاريع في منظمة الهجرة الدولية للأمم المتحدة برحب حضرتك يا فندم عايزين أول نتكلم يا فندم عن مشاركة حضرتك في هذه الورش التحضيرية أي الندوات شاركتي فيها وما الذي عرضتمها الندوة النهاردة كانت عن تغير المناخي وأثر تغير المناخي على عدة مواضيع عدة أهمها الأمن الغزائي زايت غير المناخي سواء في المناطق الزراعية بسبب موجات الحر العالية جدا وكذلك هبوط الفيضانات والسيول أدى إلى انقراض بعض المحصيل الزراعية في كثير من المناطق في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وبالتالي أدى إلى أن كثير من الناس من كانوا يمتهنون مهنة الزراعة قرروا أن هم يعتزلوا المهنة ويشوفوا مهنة أخرى علشان يقدر يجيب قوت طعامه أو يقدر يحقق متطلبات حياته اليومية وكذلك الأمن على الهجرة وبالتالي لو في منطقة فيها سيول وفيها يعني زي ما بنقول بالإنجليزي كده أكيد حيمشي لو هي منطقة غير مستقرلة حيمشي فبالتالي يؤدي إلى نزوح وزي ما بنقول يعني إحنا في الوركشوب في النهاردة في ورشة العمل قلنا أن مشكلة التغير المناخي هي مشكلة إنسانية وبالتالي الناس دلوتي بقت مهتمين بيها وبالذات النقاب 27 هيحصل في مصر فبالتالي أصبح كل انشغال العالم على تغير المناخي في مصر وتغير المناخي في العالم وفي أفريقيا على عدة محاور وأهمها الأمن الغذائي كما ذكرت والأمن الشخصي الأمن الإنساني والمهاجرين وكذلك على الأمن الصحي وكذلك إن إحنا بنشوف أن التلوث البيئي والتلوث الهواء ده بيؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية سواء على مستوى الصحة الجثمانية أو المنت الهلس الصحة النفسية طيب أستاذ النورة كمان يمكن إحنا بنتكلم على فكرة هذه يعني الموضوعات اللي بتمس حياة المواطن بشكل عام سواء كان شباب أو سواء كان كبير في السن ولكن الشباب هم المستقبل أكيد كان لهم دوره كان لهم يعني أراء مختلفة النهاردة كلمين كده عن دورهم في الندوة النهاردة أو ورشة العمل النهاردة وهل كان لهم فعلا أراء إبداعية زي ما دايما بالنسبة وتوصيات ممكن نخرج بيها من نقاشنا مع الشباب حقيقة دا سؤال رائع لأنه أهم حاجة من منتدى شباب العالم والورش التي تسبق الافتتاح هو التوصيات اللي الرئيس سيدة فخامة الرئيس الجمهورية حيتم نشرها أو التوصية بيها في الختام طبعا أهم حاجة أنه يحصل من التوصيات اللي الشباب تفاعلوا فيها أو التوصيات اللي الشباب تطلعوها أثناء تفاعلات أو الفعليات في ورشة العمل هي تمويل التنمية وتبني الاقتراحات اللي ممكن تخلينا نتجنب مشاكل أو تفاقم مشكلة المناخ وكذلك أنه إحنا نروح للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق بس أهم حاجة هو مدى مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي الهدف رقم خمسة ورقم تمانية الهدف رقم عشرة وهو الحفاظ على المناخ وتحقيق عدلة بمساواة بين الجنسين وتحقيق نمو اقتصادي وهلما جرب من الأهداف التنمية المستدامة شكرا جزيلا الأستاذة نورة فرج مساعد تنمية مشاريع في منظمة الهجرة الدولية للأمم المتحدة بشكر حضرت جدا يعني زي ما احنا كما تبعنا سويا هذه ربما نقاط هم تم دراستها ومنقشتها في الورش العمل الخاصة بالورش التحضيرية قبل الورش الأساسية في منتدى شباب العالم في نسخاته الرابعة وربما الأهم في هذه الورشة هو ربط التغيرات المناخية بالأمن الغذائي والأمن الإنساني وأيضا ربطه بالهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية والتوعية حول الهجرة الشرعية والتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية مواضيع مهمة جدا وحساسة جدا تمس الشباب وربما الأهم هي مشاركة الشباب والخروج أيضا بتوصيات خاصة من الواجب عرضها في نهاية المنتدى في نسخاته الرابعة هنا من شرم الشيخ والآن عودة عليكم مرة أخرى أشكرك شكرا جزيلا أن المراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كنت معنا مباشرة من شرم الشيخ حيث أقامت متدى شباب العالم في نسخته الرابعة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إقرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحات الثالثة وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن كما لم يتم حتى الآن فتح باب التقدم للقبول بتنسيق تلك المرحلة وأشار المركز إلى أنه من المستهدف الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة بالعام الجامعي الحالي عقبا عقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني مع إي تحتها بشكل رسمي على موقع تنسيق الإلكترونية أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة مواطنين فوق سن الخامسة وستين عاما ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن ذلك منذ انطلاق برنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي أشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال أربعمائة وواحد مركز طبي موزع على جميع الإدارات الصحية في إحدى وعشرين محافظة كمرحلة أولى وأضافت الوزارة أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص تسمائة ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادية تحت شعار مائة مليون صحة بالمجان للعام الرابع على التوالي وذلك منذ انطلاقها يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي وأضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص مليونين وخمسمائة ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة هي محافظة القاهرة حيث تم فحص 92 ألفا ومائة واثنين وسبعين طالبا تليها محافظة الجيزة بواقع 79 ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرين طالبا ثم محافظة البحيرة بواقع خمسة وستين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانين طالبا ثم محافظة أدى قهلية بواقع تسعة وخمسين ألفا وسبعمائة وتسعة واربعين طالبا قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف قال إن أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ هي إحدى أدوات الأزهر لتحقيق حلم السلام العالمي أضف شيخ الأزهر خلال استقباله سفيرة ليتوانيا لدى القاهرة أن الأزهر يستضيف أئمة المسلمين حول العالم على نفقته ويقوم بتأهيلهم من خلال برنامج معد خصيصا ليناسب كل مجتمع على مدار شهرين متواصلين من جانبه أعرب سفير ليتوانيا لدى القاهرة عن رغبته في أن تسفيد ليتوانيا من برامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد ومتابعة أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة فيتش حول أسعار وصادرات الغاز الطبعي المسال هذو أشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عام 2021 وتوقعت فيتش في تقريرها أن تشهد الغالبية العظمى من منتجي الغاز الطبعي المسال مزيدا من النمو في الصادرات عام 2022 باستثناء إندونيسيا والجزائر حيث يتوقع أن يسجل انخفاضا افتتحت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع فعاليات الدورة الثامنة الثامنة عشر من معرض إيجبلاست الذي يقام بمركز مصر للمعارضة الدولية لمدة أربعة أيام يستهدف استقبال ما يزيد عن 22 ألف زائر خلال الافتتاح قالت الوزيرة أن المعرض يعد الحدث الأكبر محليا وإقليميا لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة بلاستيك والبيترو كيموية حيث يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات بإجمالي 340 شركة عارضة أضافت الوزيرة أن إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة أسهم في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الكيموية بنسبة تتراوح ما بين الثلاثين إلى الأربعين في المئة سجلت مؤشرات البورصة المصرية ترجوعا بنهاية تعاملات اليوم في أولى جلسات الأسبوع حيث اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في حين مالت التعاملات المصريين والعرب نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي لأسهم شركات المقيدة بالبرصة مستوى سبعمائة واثنين وسبعين مليارا واربعمائة مليون جنيه وذلك وسط تداولات بلغت نحو ثلاثة مليارات ومئتي مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر اي جي اكس ثلاثون الرئيسي بنسبة أربعة وخمسين من مئة بالمئة ليصل إلى أحد عشر ألفا وتسامات وثمانين وسبعين نقطة كما هبط مؤشر اي جي اكس سبعون للأسهم الصغيرة والمتوسطة أربعين من مئة بالمئة إلى ألفين وثلاثمائة وسبعين نقطة وترجع مؤشر اي جي اكس مئة الأوسع نطاقا بنسبة تسعة واربين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وثلاثمائة وتسعين وستين نقطة شيعة أهالي مدينة طنطا جثمان المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا التي توفيت اليوم عن عمر نهزة واحدا وسبعين عاما تعد المستشارة تهاني الجبالي أول امرأة المصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة حققت العديد من النجاحات في عملها القضائي تتم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة المصرية هو عربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه عام الف وتسعمائة واربعة واربعين إن لله وإن إليه راجعون هذا الخبر المشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوين مدبولي يتابع موقف تشغيل شبكتين نقل وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة تواصل التحضيرات لانطلاق فعالية منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة غدا في شارم الشيخ انطلاقوا فعالية التدريب المصري السعودي المشترك تابوك خمسة مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة في تمام الساعة سادسة مشاهدين جولة إخبارية جديدة إلى الملتقى